اشتركوا في القناة 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 من بعد غادي يعني ندير عليها الدقيق من السطح ومن الفوق وكيف ما كتشوفوا العجين راه جد طري وناجح مئة في المئة وأي حد كيجربوا صراحة كيشكرني عليه نتمنى أنكم تجربوا وتقولوا لي الرأي دي لكم في التعليقات هنا كيف ما كتشوفوا كان بدها نفرد غير بيديها من بعد كان نجيب نشابه وكان نحاول نسرحه إلا بغيتوا تقللوا من كمية ديال البيتزا ما كينتش مشكلة العجين ديال البيتزا ما كينش مشكلة بغيتوا ترقوها أنا بغيت نخليها وسط يعني بما أنه غادي ندير جوج ديال الفطائر الفطيرة الثانية غا تكون رقيقة السمك ديالها وهذه غا تكون شوية متوسطة لأنه غادي نديرها في حل الرول يعني غا تكون غادي تشوفوا معايا الطريقة بلا ما نحرقوا للمراحل كيف ما كتشوفوا كان دهنوا البيتزا ديالنا بصصة الطماطم كيف ما مولفين كان ديروا في البيتزا العادية ديالنا من بعد غادي نضيفوا لها تونة أنا اخترت ندير تونة ديال الطماطم حتى هي كتعطي وحد لنكها زوينة يعني مختلفة عن تونة العادية اللي هي بالزيت تقدروا تجربوها وتقدروا الى كتفضلوا تونة تانية لكم الاختيار والتاني اللي متوفر عندكم يعني ما 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 تكلفوش على راسكم اهم شيء اللي متوفر عندكم هما اللي تقضيوا به الغرض سوفي كنحاول نصفيها كيف ما كتعرفوا ان التونة اللي كتكون بصصة الطماطم كتكون مفرتة يعني سيب بزا باشغل نصفيها فلهذا كنحاول نصفيها بالملعقة قبل ما نحطها على البيتزا سوفي وكنستمر بها الطريقة وبالنسبة إلا بغيتوا تديروا اي اضافات تانية بحل بغيتوا تديروا كاشير محكوك بغيتوا تديروا زيتون بغيتوا تديروا اي حاجة بغيتوا تديروها لكم الاختيار يعني كنقول لكم انا كأعطيكم الفكرة وانتما الحشوة كتبقى اختيارية لكم تقدروا تديروا نفس الحشوة تقدروا تديروا حشوة من اختياركم انتما اللي كتفضلوه ديروا انا تعطيكم هاي الفكرة انا كننضيف الجبنة اي جبنة كتفضلوا بطبيعة الحال بغيتوا جبنة الموزاريلا او لا جبنة الشيدر او لا جبنة الحمراء لكم الاختيار سوفي كننوزع هدي كل جبنة ديالي على الاطراف ديال البيتزا من بعد غنبدأ نلويها في حل في حل الرول هاتو كيف ما كتشوفو غير غير بالمهل لانا كي قلت لكم راه البيتزا راه هطرية ارتبا وصراحة يعني ما ما كتعدبش ما كتعدبش غير هو حقش الحشوة هي اللي امتقلها هذك شي لاش صافي كان استمر وكان حاول نقاددها من الجوانب كيف ما كتشوفو غدي ندخل هذك الجوانب شوية من بعد غدي نوجد واحد المول او لا واحد يعني كيف ما قلت لكم القالب ديال الكيك يكون بشكل طولي ندهنو بالقليل من الزيت وغدي نحطها في الفرن اللي كان سبق لي سخنتو بعشرة دقائق قبل هنا غدي نجهزو الفطيرة الثانية غتكون شكلها دائري كيف ما مولفين خاسنا نديرو الدقيق في سطح العمل ومن فوق ديال كرة العجين وغنبقى نسرح في العجين ديالي حتى يولي الرقيق ونحاول نقدو على قد الصينية لعدنا او لا القالب لعدنا صافي وغدي ندهنو حتى هي بصلصة طماطم كيف ما كتشوفو المكونات جد بسيطة وكتجهد يعني كتوجد معاكم في دقائق وغير مكلفة صافي نستمر بها الطريقة والحشوة ديال الكفتاء او اللحم المفروم رغتكون بردات خاصة تكون بردة لان اللحظتها سخونة غدت يعني غدت تقبلكم العجين هادي كان ملاحظة اي حشوة كالطيب خاصة تبرد تماما او لا حتى غدت فاشي شوية عادي باش تحطوها في الفطيرة ديالكم او لا في الحشوة اللي انتو مبغيتو تديروه صافي كان نفرق الحشوة ديالي بهات الشكل وكان نضيف عليها الجبن مبشور انا كنقول لكم تقدرو تديرو اي اضافات يعني تنوعو في الخضار بغيتو تحطو الفلفل الاخضر اللي هو الفلفل الرومي بغيتو تديرو الجزر بغيتو تديرو القرعة الخضراء اللي هي الكوسة اللي بغيتو يعني انا تعطيكم غالفكرة وانتو ميا بدعو كيف ما بغيتو هذا شهر الكريم يعني رمضان يعني الواحد العند اللي كتاكل ماشي يعني كنشوفو ذاك شي وكنبقاهم شهين هادي الطبقة التانية اللي غنغطو بها الفطيرة كندهنها بالقليل من السميدة عفوا سميدة الرقيقة بغيتو تديروها غرب الدقيق ماشي مشكل صافي كان نبدأ نسرح فيها بحالها كيحتها هي باش تتولي الرقيقة من بعد غادي نحطها على الفطيرة ديالي غير بدا نجمعها من الجوانب هانتو ما غاتشوفو معايا صافي كان نغطيها كيف ما كاتشوفو وكنحاول انه نهز العجين اللي هو الفطيرة من التحت ونحاول ندخل العجين ديالي بهات الشكل كان بقام ستا مراحتة كان نكمل هدك هدك الفطيرة كاملة الدائرة ديال الفطيرة كاملة هانتو ما كيف ما كاتلاحظو صافي سالينها من بعد كان نجيبوا واحد شوكا كان بدأوا نشكوها لانها مني غتنفخ ما غتبقاش لنا بادك الشكل الزويل اللي احنا بغيناه سافي وكندهنوها بسلسة سلسة طماطم اللي هي ديالبيتزا هدي كتبقتها اختيارية هذا كتازين وصراحة كيعطي واحد لمنحية المضاق ولا منحية الشكل كيعطي واحد شكل زوين سافي كنستمر بهاتطريقة كنضيف الزعتر أنا كيجبني دائما الزعتر لي هو ورقة ما كنبغيش للبودرة من بعد كنضيف عليها الجبن المفروم كيفما قلت لكم بغيتوا تديروا المودزاريلا حتى هي كتكون غزالة كتجزوينة وحتى مني كتجي تقطعها هديك الفطيرة يعني هديك الجبنة كتبقى غادي معك سايحة يا حبابي الفطيرة الثانية ها هي جاهزة غدي نحطها في الفرن ديالنا باش طيب الفطيرة الاولانية راها جاهزة عنا كنطيبوا على درجة حرارة مائة وعشرون من تحت ومن الفوق سهلة كتوجد معنا في دقائق كنتمنى انها تنال اعجابكم وانتظروني مع طبق التقديم فبيوصلنا لنهاية الفيديو هذا هو الشكل نهائي ديالفطائر دياليوم كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم ويكون هاد الفيديو خفيف ضريف على قلبكم وان شاء الله ان شاء الله مني غادي تجربوها غا تولي عندكم معتمدة ودائما انتظروني مع الجديد وعلى قد الايد ان شاء الله دائما الهدف ديال القناة انها تقلب على اشياء اللي تكون في متناول جميع وهنا غادي نقطع معكم الفطيرة باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل صراحة لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضاق يعني صراحة اي حد كدقى عندي كتعجبوه بزاف فلهذا احبت نشاركها معكم نخلكم في امل الله ان شاء الله تدروني مع فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة